بسم الله الرحمن الرحيم محاور التماسل بالنسبة للمربع عندي كان محور تماثل يعني ايه اصلا محور تماثل محور التماسل هو الخط اللي بيقسم الشكل لجزئين متطابقين مش بس شكلا مش بس بمجرد ان هو كده انا شايفها كده هو شكله متطابقين لا كأنك قصيت ورقة على شكل مربع وجيت اسمتها من النص وطبقتها زي الزرفك يعني طبقتها كده فالجزء اللي فوق بينطبق على الجزء اللي تحت يبقى دي اول خط ينفع يبقى ينفع ارسمهم بالعرض طب ينفع ارسم محور التماسل في المربع بالطول اه لو جيت طبقتهم برضو على بعد هيبقى ايه يبقى بالشكلين المتطابقين طب لو ينفع ارسمهم كده الخط معيل بالشكل ده يبقى شبه الزرف فعلا كده اه لو جيت طبقته برضو هتلاقي الشكلين متطابقين ينفع بالعرض بالشكل ده ينفع لان الجزء برضو اللي فوق هيبقى زي الجزء اللي تحت يبقى كده رسمت كام محور تماثل اربع يبقى عدد محاور التماثل في المربع اربع يبقى المربع فيه اربع محاور تماثل بالطول وبالعرض وخطين ميلين طب بالنسبة للمستطيلين فارسموا بالشكل ده خط الميل كده لا صحيح شكلا يبان ان المثلث اللي فوق شبه المثلث اللي تحت بس انت لو قصته فعلا لو انت جربته عملت ورقة قسمتها بالشكل ده وطبقت الورقة هتلاقي الجزء اللي فوق ما بينطبقش على الجزء اللي تحت ولو عملت الخط ميل بالطريقة دي وقصت الورقة اللي هي بالشكل ده وطبقتهم على بعض يعني عملت الخط بس ومجرد انت مش قصت الخط في النص لا طبقت بس الورقة وجيت طبقت الشكلين على بعض مش هينطبقه طب لو عملت المستطيل بالشكل ده ورسمت خط في النص وطبقت الورقة نصين هتتطبق معاك اه هيبقى الاتنين زي بعض طب لو عملت الخط بالطول بالشكل ده وجيت بعد ما قصيت الورقة حطيت الخطين او حطيت الجزءين على بعض كده هينطبقه يبقى ينفع ارسم محورين تماثل بس واحد بالطول وواحد بالعرض انما الخطوط الميلة دي ما بتعتبرش خطوط تماثل في المستطيل يبقى كام محور تماثل اتنين في المستطيل بس طب نزل نسبة للمعين ينفع ارسم الخط بالشكل ده يبقى محور تماثل جرب كده قص ورقة على شكل معين وارسم فيها خط وبعد كده تطبق الجزءين اللي انت عملتوه مش هينطبقه على بعض طب بالشكل ده برضو مش هينطبقه على بعض جرب كده حتى تخيلها مش لازم ان انت تقص الورقة تخيل كده لو طبقت الشكلين على بعض حطيت الجزءين اللي فوقه اللي تحت مش هينطبقه طيب بالشكل ده يا طرى كده ينطبقه على بعض المسلسين لو انت عملت الخط بالعرض او لو عملت الخط بالطول هينطبقوا كده على بعض يبقى عندي كم محور تماثل اتنين في المعين واحد بالطول واحد بالعرض زي المستطيل يبقى المستطيل خطين او محورين بالطول وبالعرض نفس الكلام في المعين المربع اربعة طب المتوازي ينفع اعمل خط كده يبقى اتقسم كده لجزئين متطبقين لا طب الخط بالشكل ده لا صحيح شكلا الشكلين متطبقين بس لو جيت طبقتهم فعلا مش هينطبقوا على بعض طب ينفع كده برضو لا في المتوازي لو جيت طبقتهم على بعض الجزئين دول مش هينطبقوا فوق وتحت شكلا يدون هما اشكال متطبقة بس لو جيت طبقت الورقة بالشكل ده الشكل الفوق مش هينطبق على الشكل اللي تحت فكده عندي ولا محور تماثل. يبقى عدد محاول التماثل في المتوازي صفر. ما عنديش ولا محور تماثل في المتوازي. طب النسبة للمسلس المتساوي الاضلاع. تلت اضلاع فيه. الدبعة. الخط ده اللي بالطول يعتبر محور تماثل. الخط بالشكل ده برضو محور تماثل. جرب كده وخلي الشكلين ينطبقوا على بعض. هينطبقوا على بعض فعل. المسلسين لما قسمت كده هتعمل عندي مسلسين. طبق المسلسين على بعض. طبق الورقة كده هينطبقوا مع بعض. يبقى كده كان محور تماثل تلاتة. لان المسلس المتساوي الاضلاع فيه تلت اضلاع عدد بعد. فعدد محاول التماثل هيبقوا برضو تلاتة. طب بالنسبة بقى المتساوي الساقين كان محور تماثل هو بس الشكل اللي بالطول ده. الخط اللي بالطول ده. لان الضلعين بس اللي بالطول هما اللي ايه? اللي قد بعض. في عندي ضلعين بس قد بعض فمن الرأس الزاوية اللي فوق هنازل خط هيبقى هو محور تماثل وحيد. طب مختلف الاضلع طبعا ولا دلع. ده هو اصلا بيقول لي مختلف. فاكيد مش هقدر اعمل منه اي ايه? اي شكلين قد بعض. اي شكلين متطبقين. فمقفوش ولا محور تماثل. طيب شبه المنحرف. شبه المنحرف اما هيبقى متساوي الساقين بالشكل اللي قدامي ده. اللي هو فيه ضلع قد ضلع. فاقدر من النص كده اعمل محور تماثل يبقى فيه محور تماثل واحد. انما لو كان مختلف الاضلع طبعا هيبقى عدد محور تماثل بسفر. زي وزي المسلس مختلف الاضلع. طبعا مختلف الاضلع على ايه? عدد المحور سفر. بالنسبة للدائرة اقدر اعمل كام محور تماثل? كتير جدا. طبعا عدد لا نهائي. نقدر نرسم عدد لا نهائي من محور التماسل. طيب مسألة بيقول لي قلب به جيم دال. ولسين صادعين لام دول مربعين. مربع جوه مربع. بيقول لي ارسم محاور تماثل لهم معا. يعني لما ارسم محور تماثل هتأكد ان المحور ده بيقسم لي المربع الكبير والمربع صغير. طب بالطول كده ده. السينعين ده ينفع يبقى محور تماثل? ايوة. هيقسم لي يمين وشمال? للايه? للمربعين. نفس الكلام. صاد لام ينفع يبقى محور تماثل? اه. هيقسم لي المربع الكبير والمربع صغير للجوه. الالف جيم ينفع يبقى محور تماثل? ينفع. هيقسم للمربعين. طب البهدى اللي ينفع يبقى محور تماثل ينفع. يبقى عندي كم محور تماثل? اربعة. يبقى اللاربع محاور تماثل لاي مربع. طالما المربع جوه مربع ينفع. يبقى اللاربع محاور تماثل يقسمه الاولاني وينفع يقسمه التاني.